اهلا وسهلا في كل مشاهدينا ببرنامج تفاصيل الأسبوعي اللي رح نتناول فيه هيدو الأسبوع موضوع الرشوة بالانتخابات كل ما قرب موعد الانتخابات النيابية عم نسمع أحديث أكتر عن رشوة والمفهوم العام للرشوة هو شرية الأصوات أو تقديم مساعدة للمواطنين لقاء الحصول على أصواتهم والرشوة بالانتخابات النيابية هالسنة تنوعت بين بونة بنزين، منح جمعية، وظايف، تك الطيران للمختاربين اللي ما تسجلوا بره ومصاري وهي دا اللي صار مع أحد النخبين بديرة بيروت الأولى من تابع أول تليفون أجاني من المختار الأشرفية قال لي إذا بتحب تصوت لشخص مرشح على المقاعد الأورثوديكسي ما أنه جديد يعني نايب قديم كل مرة يترشح هو والنيب إذا طلب حيكونوا بخدمته تاني تليفون أجاني هو منرفيئته يعني بتقلي في حزب معين ببيروت أنا عم يدفع بين الخمسمين دولار والألف دولار كرميل نصوتهم كثيرة شغلة فيه رجل أعمال عنده مؤسسة خدماتية عم بيساعد العالم ينتخبوا هذه الدورة عم يدفع متين وخمسين دولار وبعد شغل المختار اللي دا قال لي قلت لهم عندي هوية لازم تخلصها كرميل انتخب قال لي آه نخلصتها كياه بأسرع وقت مطعت الهم بنت بس نزال عنه الأنون النسبة حدد سقف الانفاق بمئة وخمسين مليون ليرة لكل مرشح وممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي من أدوار هيئة الإشراف على الانتخابات فوينها الهيئة؟ بزمن الجيوب الفارغة بحسب أنون الانتخابات لازم يلتزم رئيس الهيئة والأعضاء بوجوب الامتناء عن إلقاء أي محاضرة أو ندوة أو أعطاء أي تصريح بكون موضوع الانتخابات النيابية إلا بتفويد من الهيئة كرميل هيك حوالة النشرة الاتصال بأحد المسؤولين بوزارة الداخلية وقت عرضنا الموضوع لهو الرشو الانتخابية قبلنا بالمماطلة وبتأجيل موعد التصوير حتى لتغيط المقابلة فكرميل هيك اتجهنا لجهة غير رسمية عم تهتم بموضوع رصد الانتخابات وهي الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات الثلاثة وبهالإطار رح نطلع مع زميتنا الرشاة الغريني على الخطوات اللي بتنعمل للحد من الرشوة منتابع القانون الانتخاب الحالي بيمنع حصول الرشوة وفي مادة واضحة بالقانون بتقول أنه كل حدا بيتلقى رشوة يحاسب على هذا الموضوع وحتى أنون العقوبات بيحاسب على الرشوة المشكلة هنا بموضوع الرشوة مش بالأنون هي المشكلة بالكيفية اتخاذ الإجراءات للحد من هذه الظاهرة يمكن من أبرز الأشياء اللي بتساعد على الحد من الرشوة إذا عن جد سرية الاقتراع كانت مأمنة بالعملية الانتخابية يعني إذا المرشحين بيكونوا مأكدين أنه إذا دفعوا مصاري هذا الشي ما رح يأثر على خيار الناخبين لأنه الناخبين فيه سرية للاقتراع تبعون هذا الشي بيحد بشكل كبير من ظاهرة الرشوة وتاني شغلة بتحد مننا أنه القضاء والقوى الأمنية تاخد الإجراءات المناسبة بحق اللي عم يرشي واللي عم يرتشي ولكن نحن نسمع أنه فيه كثير رشاة ورغم هذا الانون اللي بيمنع هذا الموضوع شو الستابس اللي لازم نعتمدها تأتوها المواطنين والمواطنات اللي عم يجوا ناس يقولولون أنه بدنا نتفعلوا المصاري بدنا نتمنى عليهم يرفضوا هذا الموضوع ويبلغوا عنهم لأنه هن كمان بيتحاسبوا يعني اللي بيتلقى رشوة هو كمان بيكون مدان بحسب الانون فله السبب مهم كتير أنه الناس هي ترفض قبول الرشوة وأنه كل حدا بيطلب منه أنه ينتخبولوا مقابل المال يبلغوا مباشرة سواء القوى الأمنية أو القضاء أو يبلغونا كمان بالجمعية على 01333713 لأنه نحن لنقدر نسبت حصول الرشوة نحن بحاجة لشهود أنه هيدا الرشوة صارت لنقدر نرفع هيدا الرشوة للقضاء ويقدر القضاء يقوم بالدور اللي مطلوب منه شرائي الشارع لبناني بالرشوة الانتخابية وهل ممكن يقبل المواطن أنه ياخد رشوة كرمالي يصوت لشخص معين زميلتنا غيضة فياد نزلت على الشارع وهيدا اللي نقلت لنا هل ممكن تصوت لحدنا إذا أعطاك مسار إذا ما بلا هم حرزين إيه الألف دولار حلوين مش تيلو فيهم للأمير لعب أنا ما بيخل المصاري البقتين هر فيه بصوت له لا ما أكدي لا شو لهم نبيع ولهم نشارع نحن أبدا لا أكيد لا إذا كانت المصاري محرزة بيخيرهم بعطيهم للفقير إيه بصوت له بس لأنني بكون عم بصوت للفقير حتى لو أعطوني مصاري أكيد مرا أخود لأنه ما بيعملوا لي شيء لا لأنه أدمع أدمعي رح يعطيني مصاري لحيكون عم بيسرقنا بالمقابل أكيد لا شو نظرتك للناس اللي بياخدوا رشوة نباني وبانك إذا بدك للي بياخدوا رشوة هاودي اللي بيفهموا أكثر شيء من العالم اللي بيصوت كل واحد عنده عقلات وشيء ما فيك الدينة للعالم كل واحد بيعمل صالح بكونوا هن كمان على بلد أمير مثل يلي بدون ينتخبوه هاودي جميع يعني ما بيحق لهم عبقر يطلعوا على التلفزيون ويقولوا نحنا يا البلد ما بيسوا هيدا دفعوا ولو روحوا البيت هيدا هواهن هاودي يبيعوا اذا عم بيبيع صوتو بيبيع البلد في عالم بيبقى حرام محتاج ما هنه شو بيعملوا هون بالبلد بيجوعوا الانسان بيجوعوا الانسان لتوصل الانتخابات بيعطوا له حات ينزلوا ينتخبوه بس كرميل هيك بس في عالم انه لا ما بيهيني عليها تاخد الرشوة يعني بيرشيني أبو 200 دولار وبعدين كل السنة بعيشني بالزل ما عندهم مبدأ العالم المعترة يلي بيمطرح بيكون هيدا الشيء آخر شانس عندهم ايه بيضطروا يعملوا هيدا الشيء فما بلون بس بلايه مؤكيد العالم اللي عم بيعطوا الرشوة يعني ما بحس انه هيدا بس الحق عليهم انه بفتكر هيدا هو المجتمع هو عوضن على هيدا الموضوع هول ما قيلوا نصوت برأيك كيف ممكن نكافح الرشوة الرشوة هون باللبنان صعبة صعبة ما فيه حدا يكافحها بلد هايك بضل خلق هايك لبنان وبضل هايك فالسرد ما فينا نكافحه بهالبلد لما يجي ناس كفوقين وكفهم ننظيف مهما تكافح حبيبي اذا النوابك والوزراء هن الرشو بحض زيتها وكيف ديك تكافحها يعني طالما في عنا هايك عالم بعدها على السلطة الرشوة من البنان ما بتتخلص انه وقتا القطع نحاسب على اساسها يعني المحاسبة بس مشكلة انه الدولة هي عم تعمل هيدا الشيء فكثير صعب المحاسبة تصير فيه كل المخالفات اللي عم يرتكبى المرشحين للانتخابات ممكن تتعرض للطعون بعد الانتخابات وممكن تأثر على النتائج كل التفاصيل مع زملتنا الرشا زغريني اللي عملت مقابلة مع النائب غسانم خيبير التحدي بدي يكون على الهيئة المرشة في الانتخابات نتحول المخالفين الى التحقيق حالة مخالفين التحقيق بيطرح موضوع الاسبات لانه التحدي المباشر التالي انه طيب حولنا مرشح على التحقيق خلال الانتخابات ما بدا تنطر انتهاء العملية الانتخابية خلال الحملة الانتخابية المهم ان واحد يقدر يثبت وبالتالي يدحفظ ادلة مثلا انه تتصور الرشوة او ينعطى وصل او كن واضح بعشا مثلا انه مرشح قدم مال لجمعية او لكنيسة او لمؤسسة وما هو بالضرورة معطاد على انه يقدم هذه التقديمات وبالتالي هذه مفيد انه الناخي بعرفها لانه هلا عم تكتر العشوات عم تكتر مناسبات اللي فيها بيصير بيتبارو المرشحين بتقديم الدعم للكنيسة او لجمعية الدعمة وبالتالي كلها بمنطق الانون كلها من الرشاوة الانتخابية يمكن ان تحال الى القضاء الجزائي المحتاص كيف ومين مؤهل انا قدم هدو الالطعون للعنى الرشاوة ولمين بيقدمه؟ فتما وضحت اي صاحب صفاء ومصلحة او اي شيكة او اي شخص بيتصل بمعرفته انه احد المرشحين قدم رشوة بالمنطق اللي حددوا الانون بيكون اي مواطن بيقدر يراجع الهيئة المشرفة الانتخابية اللي عنده صلاحية واضحة بحالة المرشح الى المدع العام لمدة عام لاجراء التحييق معه فاذا ثبت عليه انه قام بعمل من اعمال الرشوة متل معرف عنا انه انتخاب فيلاحق يوقف ويمكن ان يحاكم مثلا بعد طال النتيجة في حال حدا هشتكى عن انه تلقى رشوة ساعتها بيصير خلاص في تلقوين؟ الرشوة الانتخابية محدودة بستة شهور من اعلان النتيج يعني بيدن في النياب العامي او اي متضرر او اي شيك اي يقدم شكوى حتى بعد انتهاء الحملة الانتخابية بستة شهور بعد ستة شهور ما بعض فيه امكانية المراجعة وبالتالي مفيد ينعرف انه خلال الحملة الشكوى ممكنة وبعد انتهاء الحملة بستة شهور لحديد ستة شهور الشكوى ممكنة موسيقى نصل لختم حلقتنا لليوم من برنامج تفاصيل تحية الكن مني انا ستيفاني رادة ومن المخرج عباس فاقيه ومن فريق العمل اذا عندكن اي اكتراحات لمواضية حبيين اطرحها فيكن تحطو كومنت واذا عجبتكن الحلقة ما تنسو تعملو سبسكرايب على يوتيوب ولايك على صفحتنا على فيسبوك موسيقى موسيقى هم نه نه ترجمة نانسي قنقر